وصل في الأيام الماضية وزير الدفاع الفرنسي جعب إيف لدريان إلى مدينة فايا عصمة أقليم بوركو حيث حظي الوزير باستقبال رسمي من قبل حاكم الأقليم أنقارو أحمد أوجو والعديد من المسؤولين الإداريين والعسكريين وفين بالتفاصيل زميل يوسف موسى من مدينة فايا تأتي الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الدفاع الفرنسي جعب إيف لدريان إلى البلاد تأتي في سياق الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بالبلدين الصديقين والتي تهدف إلى توثيق علاقات التعاون بين البلدين انطلاقا من حرص قيادة البلدين على الانطلاق بهذه العلاقات المتينة نحو المستقبل وإلى آفاق أرحب وتوسع قاعدة التعاون في مختلف المجالات لا سيما مسألة مكافحة الإرهاب وبعد المقابلة التي حظي بها وزير الدفاع الفرنسي مع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بالعاصمة أنجمنا حط الوزير والوفد المرافق له رحاله بمدينة فيا حاضرة إقليم بركو حيث كان في استقباله بمطار فيا حاكم خليم بركو أنجار أحمد آيجو وعمدة بلدية فيا وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى مناضلين الحركة الوطنية للإنقاذ وبعد الاستقبال الذي حظي به وزير الدفاع الفرنسي قام بجولة بالمدينة شملت السوق المركز للمدينة وبعض من المناطق التي لها رونق جميل وخاصة المناطق الطبيعية التي تتمتع بها المدينة وبعد هذه الجولة أوضح وزير الدفاع الفرنسي جاف إيف لادريان أن ما يميز العلاقة الفرنسية الشادية إنها ليست علاقة سياسية واقتصادية فحسب بل إنما بعدها الشعبي والثقافي والحضاري المتميز وخاصة أن هذه العلاقة تتسم دائما بالقوة والدفع نظرا للجدور التاريخية التي تربط بينهما وتعود إلى عدة قرون مضت